سدقني لو انت ذكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وادركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون اقوى بكتير بفضل الله وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها وانا بقولك كده لان ممكن تكون انت لم تتابع الكورس من البداية او رأيت هذا الفيديو بالصدفة او لم تسمع عن الكورس من قبل اعرف كورس السي شارب بسهولة كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب و اكتب اكاديمية تحسونا ودوس انتر وادخل على الاكاديمية ادخل على البليلست البليلست دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله هتلاقي فيها ثمانون حلقة جزء للأساسيات ومئة وعشرون حلقة جزء للفورمز والتورز الخاصة بيها وهتلاقي فيها مئة حلقة خاصة بالأوبجيت اوريانت برو جرامينج وهتلاقي فيها مئة حلقة خاصة بالاسبي دوت نت للويب للسي شارب وهتلاقي فيها ثلاث مئة حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله وهتلاقي بليلست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككرس كبير ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككرسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده هنصحك نصيحة ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hasunacademy.com وتدخل على انضم الينا وتدخل على انشاء حساب وتسجل عندنا عشان نعرفك واتتابع كل جديد على الموقع سواء كرسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع بسم الله الرحمن الرحيم الحلقة 1138 من كرس C-Shark دي بي اجزامبل سوبارت ودلوقتي بفضل الله هنبدأ نشغل تقرير الموظفين ونبدأ نجرب زي احنا معاوزين ده التقرير من قامة project add windows form هسميها frm report employee وهروس enter هنخليها في center screen والتكست بتاعك شاشة تقرير الموظفين write to lift write to lift lay out وعندك font جواهة size نخليه على 12 وعندك size نفسه خاص بالform height نخليه على 510 العرض نكبر زي احنا معاوزين اوكي نتكبر شاكمان من الطول بوكس هننزل report view وهنخليه doken parent container ونثبت الزوم مود على page وما ننساش الموديفائرز على public ونثبت من choose report هنختار employee اوه employee بس كده عشان نبدأ ايه نجرب يعني طيب تمام هاجي بقى في كلاس الام ده وازود دالة جديدة اهو public static void هنسميه run report employee run report employee وهنا هستقبل منك هستقبل منك خذ بالك هنعرض الموظف بصورة ومن غير صورة هنعرض الموظف بصورة ومن غير صورة فهستقبل منك data table ده ايه table الدفل تبتاعه بناء وهستقبل منك show image هستقبل منك ايه بقى ball بقى ده ايه show image شو image ده default بقى عايز تغيره براحتك تمام 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 بس عمل انا للاتنين default عمل كده للاتنين ايه default خلاص بس اه خلال الصورة في الاول يريد لان استخدام الصورة هنحتاجه بالوقت لكن table لسه ما نعرف هنحتاجه امتا اصلا اصلا بس كده ايه جاهزين بالتابل ببعوت بنال default اصلا اصلا احنا بقى ايه اللي هلمناه هنملم نين من الview خاص بيساوي db.getdata وادف كله بساطة بفضل الله select asterisk from employee underscore it حلو بفضل الله تمام اوكده نيجي هنا بقى هنعمل من frm report employee report employee هنعمل frm وديه يتساوي new من نفس form وقسين فضيين و semicolon بعد كده هعمل report data source هسميها rds وديه يتساوي new من report data source على data 6 شغالين عليها اسمها data 6 1 والجدول هو الجدول ده و semicolon حلو كده طيب بعد كده هنعمل ايه بقى هنعمل ماذا هنا بالنسبة لل frm بالنسبة لل frm dot report vr1 dot local report dot data sources اللي عندك انا هحزفها كلها dot clear قبسين فضيين قبسين قبسين بعد كده frm dot report vr1 dot local report dot data sources dot add هديف اللي انا عملتها اللي هي rds اللي تجيب للبيانات بقى خلاص الحكم انا في البيانات يعني frm dot report vr1 dot local report dot refresh خلاص كده بعد كده open form in main with close وتدينه frm اللي انت عملتها ودي ايه sine come نرجع بقى هنا وندوس double click على تقرير الموظف بصورة ده اول حاجة هنعمل m dot run report employee وخص info انا عايز الصورة بس مش مش عمل حاجتين فعلا بقى نجرب عشان نشوف هنعمل ايه نكبر ايه ونصغر ايه ونشيل ايه ونحط ايه لسه ما نعرفش هات بقى قيم التقارير هات تقارير الاساس وشغل تقارير الموظف بصورة ونبص نشوف كده ايه الاخبار ضوجة ايه ونحط نشوف صورة ونحط بقى قيم التقارير الموظف ده ايه و الشحاب وعلى ما اتذكر rumor لما احطنا الصنف لنا حتى الجنب الاسم بالنسبة للصنف متهيقلي ممكن في الآخر لكن مش عارف حسس ان الموظف حسس ان الموظف حسس ان الموظف يأتي هنا أحسن حسس ان الموظف يأتي هنا أحسن وحسس ان الموظف يأتي هنا فهل يأتي هنا لن نريد التقرير سوف نعوزها في الشاشة فهل يبقى في التقرير حسسنا من الموظف ويأتي ماشي لان خذنا من الموظف لا ينتخل من الموظف لا يوجد نقل ولا اي حاجة مفيش تحكم في الجدول نفسه طيب مفيش هنا collection زي اللي هناك في الفورمز والحاجات دي ال columns او العناصر بتاع او items او اي حاجة هو delete البروبرت البروبرت insert column ماذا هذا؟ على كل حال هي ليست قصة اوه delete course لا يقوم بشيء منه اوه بعد الاسم insert columns و اكتب فيه الصورة بس وهنا هرمي من toolbox image تيجي من database من الحقل blue image jpg و ال size original الاصل بس save all تسجيل الدخول تقارير تقارير الاساس تقارير الموظف بصورة اوه متعالي افضل والله اعلم هي كده حتى صغيرة غير البرودكت او الصنف كانت كبيرة 200 في 200 عشان يبقى صورة توضحية لكن هنا متعالي بفضل الله كويسة تمام بالنسبة للصورة و للبيانات سوف نرى البرينت ظهر كثيرا لا أرى شيء نظر الصورة الرقم طار الرقم والاسم لا نريد أن نزود نريد أن نقص نريد أن نقص نريد أن نقص نريد أن نقص الشغل التنفيذي غير ما تفعله داخل في التزاين هذا يعبر أكثر الآن هذا النوع يمكن أن يصغر هل تعرفت من أين من البيانات؟ النوع يصغر الرقم القومي 2 4 6 8 12 لأن الرقم القومي يكبر نريد أن نقص نريد أن نقص نريد أن نقص النوع يجب أن نقص نريد أن نقص نريد أن نعرف السوق 5 6 7 8 9 9 10 10 10 نضع عشرة نضع عشرة هذا العنوان نضع عنوان النوع الرقم القومي نحيط نكبره سنة تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد تشغيل لا تستنى قبل أن تشغل تصغير حتى نعرف حدود لا تنسى من الصورة تأخذ تصغير تسجيل الدخول و تقارير تقارير الأساس تقارير الموظف بصورة تقارير قدامك لا تقصر ولا في الزكر ولا في الأنسة تاريخ الميلاد نظبط و نرى زبطنا هذا البرينت لن نرى لسه برضو تغريم و هم هم الاثنين الذين طغيرين طيب بالنسبة لتاريخ الميلاد ده قبل ما ننسى برضو ايه الحاجة اللي احنا كنا عملنا لها تاريخ كان ايه اللي ليه تاريخ يا جماعة عندنا كان ايه اللي ليه تاريخ هات البحث كده و فكرني الصنف كان ليه تاريخ الشركة ايه اظن الشركة ليه تاريخ صح؟ اللي هو تاريخ الانشاء تقارير الاساس الشركة اظن ان احنا زبطناها اهو تاريخ الانشاء فلو انا جبت الريبورت اللي اسمه company فوق حرف الس اهو company اعز افتكر بس اسم الريبورت اللي عشان اعملها ديت بارت بين صح؟ ديت بارت تقريبا اه ديت بارت خلاص انا اخد كل ده كده اخد كل ده كده كده و هقفل ده و هقفل ده و هاجي هنا اخلق يبقى على البيان و اضع اضعوا هنا و اخد بالك و هغير اضعوا على حاجة تقريبا اضعوا هنا نقوم بتقريبا و اضعوا ربورت لأي حاجه كده ربورت للكل ده سأخذ هذا خطوة سأخذ هذا فاكل سأخذ هذا فقط سأخذ هذا فكرة سأخذ من اشياء مرة واحدة سأخذ 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 ما فهم لك سأخذ ولكن لو جاءت عليها أشيله لو جاءت عليها أشيله لو عمر صغره شوية خليه عشرة صغر كده جرب ورين بس صغر دي كده هاد بقى التقرير حال الاخر خالص وصغر دي خالص كده وعمل سيف وشغل ورين طبعا هناك تفاصيل أكثر للتقرير نعم التقرير دي يا جماعة لا يمكن أن أخذ فيها كرسي الوحدة لكي يبقى الموضوع واضح تاريخ الميلاد ممكن أن يصغر أيضا ولكن استنى قبل أن يصغر واحد واحد وأخذ بالك لا يوجد شيء عشرة عشرة مثلا نعمل فكرة نعمل فكرة لو احنا مثلا جبنا اقفل دي كده تعديل تعديل الموظف اختار أي موظف وخلي تاريخ الميلاد مثلا عشرة وعمل حفظ وعمل تعديل تقرير الموظف بصورة تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد اثنين لليوم واثنين للشهر واربعة للسنة الرقم القومي 100 هيا لي كده ايه كويس او ايه 2 4 6 8 10 11 لا الرقم القومي نحن نشيل العمر للي عمري مش عايزين دليت مش عايزين امره يأثر جدا على التقرير لغير ان احنا في حاجات عايزين لسه نزبطها واخد بالك الرقم القومي هو بولد ممكن نخليه اقل من ثمانية مثلا يبقى مفيش اقل من ثمانية حتى لو خلينا اقل من ثمانية يبقى العنوان ممكن نخليه ثمانية واخد بالك ونخلي بولد زي الرقم القومي بحيث نصغره شوية ويبقى يبقى خلاص ايه ثاني تاريخ الميلاد نفس القصة على فكرة وانت لازم تظبط تقريرك بحيث يبقى مناسب تاريخ الميلاد كده هون اجرب تاريخ الميلاد معك ولا نصغر التقرير عشان نخلص من القصة دي اصغر كده التقرير عشان نخلص من القصة دي واجرب معها ادى تسجيل الدخول وادى اهد تعديل الموظف اختار اي حد طبعا انتم عارفين بيرجع ليه طبعا وادى حفظ وادى تقرير الاساس على الموظف مثل من القصة وستعدد تاريخ الميلاد يكبر سنة بسيطة تاريخ الميلاد يكبر سنة بسيطة الرقم القاومي شيء الرقم القاومي وتاريخ الميلاد والعنوان يعني لو خليناهم سبعة مثلا وشغلنا على كده والمؤهل كمان عملوا لك كده لو عايز سبعة بول بس نشغل على كده ونجرب تعديل تعديل الموظف اي موظف 10 تعديل بقرير بقرير الاساس تقرير الموظف بصورة تاريخ الملاد لا مش جاية مرجحة زي ما كانت أحسن لحتى تحسن حتى تحسن فروق نجد ونجد اضافة اضافة ونقرق مثلا العنوان أخذ بالك وتكبر الرقم القولي سنة مؤهل وتكبر تاريخ الملاد و اتصالنا لكن بعد ما حزفنا لم نبصنا على ال print layout لكن انا احملها حاجة حاجة تعديل الموظف اي موظف عندك 10 10 مثلا ودخبص تقارير تقارير الاساس موظف كده تاريخ الميلاد ماشي لقم القوم الى حد ما ماشي وريني print layout زبط مسلسل اسم الموظف صورة النوع العنوان رقم القومي من print layout بفضل الله تقارير زبط هنعمل ايه هنعلم على الاتنين ونعملهم center هنعمل الموظف 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 nombre الموظف